تمديد التقديم الى استمارة نقل الطلبة الوافدين الى غد الخميس وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم والعبودي بتمديد الصقف الزمني للتقديم الى الاستمارة الالكترونية الخاصة بنقل الطلبة الوافدين من خارج العراق ضن الوجبة الثانية على وفق قناة التعليم الخاصة للصبح يا لحك ومي والاهلية لدولية للإسنة للدراسية 2025 لـ 2024 الى غاية للساعة للرابعة عصر من يوم غد الخميس لموافق الحادي والثلاثون من اكتوبر لسنة 2024 التعليم تحدد موعد بدء العام الدراسي لطلبة المرحلة الاولى في الجامعات حددت وزارة التعليم العالي موعد بدء العام الدراسي لطلبة المرحلة الاولى في الجامعات وقالت الوزارة في وثيقة ان العام الدراسي لطلبة المرحلة الاولى سيبدأ يوم الاحد 10-22-2024 الجامعات كفة السيد رئيس الجامعة المحترم الجامعات والكليات الاهلية السيد رئيس الجامعة عميد الكلية المحترم موعد بدء دوام طلبة المرحلة الاولى للسنة الدراسية 2025 لـ 2024 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحاقا بكتابنا بالعدد تميستمائة وثماني وثلث الثلاثون من يونيو لسنة 2024 المتضمن التقويم الجامعي للمراحل ما فوق الاولى للسنة الدراسية 2025 لـ 2024 بشأنه حصلت موافقة معالي الوزير على ان يكون يوم الاحد الموافق موعد الا بدأ دوام طلبة الا مرحلة الاولى للسنة الدراسية المذكورة وزن علمكم احق بالت توقيت ات الحاكمة للفصولة الدراسية ولامتح ان اتي والعطل حسب الاسي اقال معاتم دلالة في ضلب الاطلعي العمل بموجبها والبدأ بالعمل دراسي 2005 وعشرون على 2024 لطلبة الا مرحلين الاولى بالموعد الا محدد اعلى وزارة التعليم تقرر تعديل ضوابط نقل الطلبة الوافدين قررت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاربعاء تعديل الضوابط العامة لنقل الطلبة الوافدين الراغبين بالنقل الى التخصصات المناظرة في الجامعات العراقية اعتبارا من العام الدراسي 2026 ل2025 صعودا وذكرت الوزارة في بيان ان نقل الطلبة الدارسين في الجامعات خارج العراق الى الدراسة المناظرة في الجامعات العراقية ضن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي الدولي والاهلي يكون وحسب الضوابط الاتية واحد شرطة الغاء جميع الاضافات في الدرجات لاغراض التنافس ويكون التنافس على وفق الحدود الدنيا لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي على مستوى كل جامعة اثنان شرطة اعتماد الحد الادنى للتقديم والتنافس للنقل الى كليات الطب 95% للجامعات الحكومية والاهلية و 85% للتقديم الى النقل في كليات طب الاسنين والصيدلة في الجامعات الحكومية والجامعات الكليات الاهلية ويعد ذلك خطا للشروع ضن قناة النقل الطلبة الوافدين الحكومي الخاص الدولي والاهلي ثلاث شرطة شرط اكمال الطالب ثلاث مراحل دراسية بنجاح ويكون تقديم طلب النقل عند نجاحه الى المرحلة الرابعة في كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة والتخصصات كافة اربع شرطة ان يكون ناجحا في المرحلة الدراسية الثالثة بالمود الدراسية كافة سواء اكانت اساسية ام غير اساسية وان لا يكون الطالب محملا باية مودة دراسية من المرحلتين الاولى والثانية خمس شرطة الابقاء على قرار الغاء الامتيازات للفئات كافة ومن دون استثناء ستة شرطة اعتماد ما جاء بقرار هيئة الرأي المتضمن خمس وتسعون في المائة لكليات الطب البشري وخمس وثمانين في المائة لكليات طب الاسنان والصيدلة للطلبة الراغبين باكمال دراستهم خارج العراق